موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا وأراء من بين العقبات التي ظهرت في مسلسل تطبيق الجاوية المتقدمة مسألة التمركز الإداري لكن يبدو اليوم أن هذه العقبة قد تم تجاوزها بفضل الميثاق الوطني إلى تمركز الإداري الذي تم تفعيله طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تمكين الجاوية من كافة فرص النجاعة والفعالية لا تمركز الإداري كان أحد محاوري الجلسة الشهرية لمجلسي النواب بحضور سيد رئيس الحكومة وعن هذه الجلسة يدور تقرير قيس محسن وعبدها ديسكي أن لا تمركز الإداري ورش كبير يتطلب تظفر جهود مختلف الفاعلين من أجل مصاحبة الدينامية التي تعرفها الجهة ومواكبة الجهوية المتقدمة باعتبارها خيار لا رجعة فيه لتحقيق أهدف التنمية وحول أهمية هذا الورش وتدابير الحكومية لتفعيل وتنزيل الميثاق الوطني للا تمركز الإداري تمحورت الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تمركز الإداري منذ أربعة شهر وهنا يستطيع تقريبا ونحن نستعد لتنفيذه وتطبيقه وكي يعني أن عديد من الخدمات لخص المواطنين يجير رباط بشي قضيها الآن هيدا الخدمة تقدم محليا إما جهويا وإما إقليميا من خلال إدارة لأم ومركزة ودين قلوس صلاحيات دي الإدارة المركزية وهذا قد يسهل على المستثمرين غيسة على المقاولات غيسة على المواطنين كثير من الأمور اللي اليوم فيها صعوبة هي مناسبة يسائل فيها الفريق الحركي رئيس الحكومة عن الإجراءات العملية من حيث المساطر والمدى الزمني من أجل تنزيل هذا المتاق عبر نقل اختصاصات من المركز إلى الجهات المتاق للتمركز هو عنده واحدة طابعة اللي هو في حقيقة استعجالي لليوم مطلوب من الحكومة على أنه بس نزل كل مرسيم بس يمكن ناخده واحدة إطار ديال التنمية إذن مطلوب من السيد رئيس الحكومة اليوم في إطار تساؤلات سواء الأغلبية أو المعارضة بس تكون واحد البلورد واحد العمل لأنه المواطن خاص يشعر على أنه هذا المجال المنتخبة عنده واحد دور استراتيجي اتساع مجال الصلاحية المخولة للجماعات الترابية على المستوى الجهوي وأهمية الموارد البشرية والمالية التي وضعت رهن إشارتها معطية دفعت إلى التفكير في ضرورة الإسراع في تنفيذ ميثاق وطني للتمركز الإداري قوامه الفعالية والنجاعة وهدفه الإسهام في التنمية المستدامة المتاق الوطني هو تعبئة هو مواكبة هو انخيرات هو تملك تملك هذا المتاق هذا من طرف كل فاعلين وكل متدخلين إذا كان هذا المتاق وغير يواكب الجهوية المتوقف ديما رخص الإسراع بها وخص المواكبة مع جميع الفاعلين وخص تعبئة وخص سرعة ضمك باقي الأمور ما شهي هذيك باقي ميمكش تحددوا على المتاق الوطني ما دام لم ينزز على أرض الواقع ولم تتم في هذيك المقاربة الشمولية وفي الانتجام وما زلنا ننتظر تفعيل لأنه الأجال قرر بسالي ديال 6 أشهر وإحنا يا الله في بداية إعداد التصاميم ديال التمركز باعتبار أنه هذا ورش هو اللي غد يمكن يعني تقريب الإدارة من المواطن وكذلك تقريب يعني جميع الإشكالات اللي ممكن أنها تطرح على مستوى التنموي باش تكون فيه للمنتخبين وتفعيل اللامركزية وتفعيل الجهوية المتقدمة اللتمركز الإداري يعد أحد الرهانات الكبرى والخيارات الاستراتيجية لتأهيل بلادنا في مواجهة مختلف الرهانات الاجتماعية والاقتصادية ودعمة أساسية لترسيخ الحكامة الترابية إذن القضية هي اللتمركز الإداري ومثقه الوطني والأراء كل من السادة سليمان العمراني نائب برلمانيا حزب العدالة والتنمية نائب الأمين العام للحزب مساء الخير مساء الخير السلح مرحبا من أخوة المشاهدين ومشاهدات اللتمركز الإداري كما ذكرتم هو إصلاح جوهري غير مسبق في بلادنا وكما وشأ من سبيل كل الإصلاحات الإصلاحات الكبيرة في تاريخ الأمام تسبقها مخاضات ومعانات لكن في النهاية هذا الإصلاح يعني يرى مكانه يعني لابد أن نتير هنا أن هذا الإصلاح كان ينبغي أن يخرج إلى حيز الوجود قبل 16 سنة وكان التأكيد الملكي في خطابات متعددات 13 على الأقل لكن لم يقع هذا للأسف الشديد فوقع التأخر اليوم نحمد الله تبارك وتعالى لبلدنا بفضل إرادة جلالة الملك بدعمه وإسناده وتوجيهه هذه الحكومة يحسب لها أنها بكل مكوناتها استطاعت في ضرف وجيز أن تخرج هذا المتاق إلى حيز الوجود وإصلاح هيكل سياسي مؤسساتي عميق جدا سيغير معالم الدولة المغربية وإن شاء الله نعود في النقاش ونتذكر بعد أن نقدم باقي الضيوف على المعارضة السيد عبد الرحيم وعمر نائب برلمانيا حزب الأصار والمعصارة عدو المجلس الوطني للحزب رئيس المجلس الإقليمي مساء الخير مساء النور سعد الرحمن مساء الخير لجميع المواطنين والمواطنة المتبعين معنا في البداية نحن ندى بك نقشه واحد المرسوم اللي هو رقم 6187 جوج اللي صدر 26 جوج 2018 بمثابة المطاق الوطني التمركز الإداري نعم هذا واحد الورج كبير ما يمكنش نختلفه فيه لأنه ورج كبير مهم ندى به سيدنا الله نصره في واحد العدد وعنده واحد الأهمية قصوى اللي غادي ترجع إن شاء الله بالخير على المواطنات والمواطنين من جميع الشرائح في اللاحاشة باب مرأة إلى آخرين غير كيبان من خلال المضمون اللي احنا بصدد النقشه إن شاء الله في واحد العدد للأمور اللي غادي يتبقي في الرباط نعم إذا هذا شيء سنعود إليه بعد أن نقدم زامينا سيد عميد جماري نائب رئيس مجلس جهاز الطالب عدد أسطات عدد مكتب سياسي لحزب الاتحاد التراكي القوات الشعبية لكن سيكون من المفيد جدا أن ننظر إلى ما هو أعمق ماذا يعني اليوم لا تمر في دائم المغربية إنه الدولة المغربية تعيد التفكير في نفسنا نحن رسنا فقط أمام إجراءات تقنية محدودة تهم الاشتغال داخلي للدولة بل نحن نذهب إلى أعمق من ذلك وهو النظر في مركز السعود أعتقد أنه لا في الكتاب التي تم إشارة إليها ولا في توجيه العلماء المرجعية ولا أيضا في السافة الدستورية التي تحروج نحن أمام مصار قوي إلى جانب الجائر ولكن أيضا إلى جانب النموذج التنمو الجديد وإلى جانب النموذج الجديد فيما يتعلق التكوين والطبياء واللي نعم بعد أن أقدم آخر ضيوف كبير قادة نائم برلمانين حزب استقلال عضو المجلس الوطني الحزب أهلا بالنسبة لنا الرهان ديال لتمركوز الإداري هو استراتيجي وإداري بالنسبة للبلاد ككل ونعقد عليها أمال كثير من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية شاملة ومستدمة لأن التأخر اللي عرفوا لا تمركوز أضطر كثيرا على المناطق النائية وكثير من الجهات وكثير من المناطق لدرجات أنه هذه المناطق صبحت الآن عرضة للفقر والتهميش وبالتالي يجب الآن ربح هذا الرهان في فترة وجيزة من أجل تقدم الأمام في هذا الشهر نرجع معك سيسليمان العماغانين كيف قلت كان خصويا يكون مدعادي لكن الآن رغم التخير وكيف قلت أنا في المقدمة الجهوية كانت غادية في واحد المصار مزيان لكن عندما كنا نناقش نتائجها أو تقييم مرحلة كان دائما يثار مسألة أو تثار مسألة لا تمركوز الآن ربما قبل أن نبدأ الحديث عن عكاسات تفعيل هذا الميطاق إلى أي مدى أو ما هي الأشكال التي كان من خلالها يعني عدم وجود هذا الميطاق يؤثر على تفعيل الجهوية المتقدمة المعلوم أن بلادنا خطط خطوات رائدة في مجال البناء الديمقراطي يكفي أن نشير إلى آخر الإصلاحات التي راكمناها الحمد لله لتعلق العمر بالجهوية هذه الجهوية التي كانت لها لجنة استشارية وأحلت تقريرنا في الموضوع جالة الملك حفظة الله تفاعل بزيادة في موضوع الجهوية بإعلان دسترتها في ذلك خطط بلادنا خطوة مهمة جدا لكن في المقابل بقينا ننتظر الشيخ الثاني اللا تمركز لأنه لا يتصور في كل البلدان الديمقراطية أن تنتج التنمية عن تقع خدمة المواطن لأنه هناك اختيار مركزي الدول والجماعة الطرابية ما وجدت إلا لخدمة المواطن إذا لإنتاج التنمية إنتاج التنمية يقاع باللا مركزية والجهة ويمن جهة وباللا تمركز من جهة تانية الذي كان في السابق كان هناك كان هناك مرسوم خاص باللا تمركز سنة ثلاثة وتسعين لكن لم ينتج الأطر التي كانت مرجوة فبقي الأمر على ما كان عليه حتى ألفين وخمسة فكان مرسوم جديد لكن مع ذلك من ألفين وخمسة إلى غاية اليوم هذا المرسوم لم يؤدي إلى ما كنا نرجوه جميعا فبقينا في تلك الحلقة للا توازن بين النظامين اليوم الأمر أخذ طريقه الصحيح إخراج المتاق لا تمركز إداري بالطريقة التشاول التي علمها الجميع بطريقة بسرعة غير عادية كان هناك اشتغال مكتف داخل الحكومة بتشاور كما ذكرت والحمد لله في النهاية كل هذه أطمرت إخرج هذا المتاق الذي نشرت آخر سنة الماضية ويحمل في بنوده يعني مقضية جوهرية كما ذكرت ستعيد رسم عالم الدولة من جديد وطبعا في النهاية الزبون الأساسي هو المواطن سوف يستفيد إن شاء الله من هذا ناسي عمر كيف قلت يعني تأثير ذي الواد يكون لكن يعني هو مرتبط مسلسل الجهوية كيف قلت إلى أي مدى يمكن يعني أن يساهم في تفعيل مسلسل الجهوية خاصة من جانب نعكسات على المباشرة على المواطن نعم لأن الأهم اللي عندنا من هاد الميطاق الواطن اللي تمركز الإداري جاء باش يلمسر المواطن عن قرب كيف جعل لسان العمراني بلد اللي مش هات بعيد فوحد العداد خطوة خاصة هاد الميطاق هذا خاصة يعني هذا لا رجعة فيه لا نقاش فيه ولا يرجع باش نمشي ولكن المضامي اللي جاء بها يعني ما كتبينش على أنه غد يمكن يلمسوا المواطن عن قرب تخوف ديالنا واللي كيبان من المضمون دياله دروك لأن مش تخوف سابق لأوانو لا هو نطلب الله يكون تخوف سابق لأوانو نطلب الله ولكن لأن من كان قراءوا المواد دياله كيف جعل سان العمراني يجب إشراك هاد المواطن هنالا قلبنا دبا من كان نمشي بعبارة واضحة ما كانش الإشراك هنا ديال المنتخبين وديال المواطنين وما يمكنش لا تنمية بدون إشراك المواطنين اللي نخص نشرك المواطنين من البداية أنا في الرأي ديالي هو دبا كان يطلع من القاعدة الفوق دبا من الفوق نزل تحت لأن ما كان يلقوا شيء مادة اللي كتشير على أنه الإشراك ديال المواطنين في القرار أو المنتخبين كذلك غادي نجيو للنقاش من بعض ركاين بقي فيه نعم غير تشوف نرجع مع الس عبد الحميد لأن قل فكرة مهمة كتير وهي يعني كين هالتفاصيل الجزئية وكين تفعيل وعند يدخل لأن يعني متاق طويل البنود ديال المواد ديال وطويلة لكن وقال فكرة يعني من أجل تعميق النقاش وهو أنه مرحلة مفصلية في هيكلة الدولة المغربية أي أنه قال الدولة المغربية تعيد تفكير في ذاتها وإعادة يعني مركزية السلطة وهذه نقطة مهمة بطبيعة الحال ديال المقارنة الجهويات سواء في الجوار الأوروموتو السيتي أو في الجوار البعيد الجرماني في الغالي كانت جهات قوية وبما صار تاريخي إلى آخر توحدت في دولة وبالتالي بقات بقوتها الاقتصادية والبشرية بهويتها التقافية نعطي إيطاليا إسبانيا ليلوند في ألمانيا إلى آخر الذي يحدث أن في هذه العملية كان الحركة من الخارج نحو المركز الذي يحدث بالنسبة لنا وأنه من المركز نحو الهامش وبالتالي أن هنا أن الفاعل المركزي اللي هو الدولة المغربية هي دولة ذات نزعات ممركزة يعقوبية معروفة إلى آخر قررت بين قوسين تفكك نفسها أو تفوض صراحيتها أو تعيد نظر في نفسها وهذه العبارة ديال إعادة تعريف الدولة وتغيير طبيعة الدولة بالأحرى وردت مرتين على لسان جلالة المالك الأولى وهو ينصب للجنة الاستشارية حول الجهوية كما ذكر أستاذ العمراني والتانية أيضا في تقديم الدستور ديال 2011 وبالتالي أن هناك وعي بأن هذه العملية تتم أولا على لأن الدولة شنا هي الدولة الدولة هي الجهاز زائد التراب زائد الإدارة والإنسان طبيعة الحال فعلى مستوى التراب هناك الجهوية والجهوية هي إلا بغننا نقوله لا مركزية في التراب عادة يعني تعريف التراب الذي ترتكز عليه الدولة وفي هذا المجال بطبيعة الحال سنفصله أكثر فيه يمكن الدولة يجب أن تتنازل للجهات أي كيف يمكن للدولة أن تلائم دورها مع الجهوية ليس كما كان في السابق الجهوية تلائم دورها مع الدولة كين هناك أيضا تعريف الإداري للدولة والدولة هنا يقدر نقول هناك دستور إداري الدولة تعيد فيه المظر أي الخروج من المركز أي عادة نظر كما قلت في مركزية السلطة أي كيف أن الدولة تعرفوا لأولا خلقات مفهوم الجديد للسلطة كيف تعيدوا تعريف السلطة من خلال الإدارة أيضا هناك الجانب الإنساني واللي كنت قلت أن الإنسان باعتبار المكون ثالث للدولة فيه واحد العمل على مستوى تنمية البشرية نموذج الجديد أشكال المدارس أو مدن المهان والكفاءات واللي هي أيضا واحدة رهان كبير اليوم نحن لا يمكن أن نصور الآن والمستقبل القريب أنه كان يمكن نمشي بواحد لا تمركز إداري سابق للعوان اليوم الذي يجب أن نفهمه نجوز للمستوى المستوى الجهات المنتخبة اليوم أطنعج قطاعات حكومية مركزية خصوصها دوز اختصاصات كما هو منصوص في القانون 111 114 واللي يخص قطاعات وزارية دوز اختصاصات جوز هي ديال أصبحت ديالجيات اللي هي عود تاني اختصاصة مختصامة خصها دوز وتفهمها إلى آخر وكين الجزء التاني والمتعلق بالإدارة نفسها هو أنه الوزارات تفهم أيضا وتدير واحد تعيد تعريف علاقتها مع مكوناتها باش تعطي شنو هي هذه الاختصاص نحن في صلب تحول استراتيجي كبير يلدمه عقلية وستراتيجي أكبر استخدفنا في الصياق أين تضع المتاق الوطني للا تمركوز الإداري إلى جانب في بعده مع الجهوية ومع المركزية هو لابد من الإشترا إلى أنه ضروري وإرادة تكون قوية دي الجميع الفاعلين السياسيين وكذلك الفاعلين الإداريين لأنه لا يمكن الحديث عن لا تمركوز الإداري دون توفر هذه الإرادة لأن المسألة كتطلب واحد العدد دي لا يحتاج لأنه أكثر تفاؤلا من الواقع لأنه أولا كان الخطب دي صاحب الجلالة كان الدستور كان واحد العدد دي المرسيم ودي التقارير اللي حتت على التمركوز الآن نحن في واحد المرحلة يعني عد بدينا لأنه المرسوم دي 2018 يلا بدينا فيه ليس معنا هذا أننا وصلنا إلى المبتغى ينتظرونا الكثير لأنه ضروري توفر شروط نجح لما توفرت هذه الشروط لا يمكن الحديث عن لتمركوز إداري وهذا يطلب مننا مجهودات كثيرة وكثيرة جدا لكي نصل إن شاء الله للمبتغى غير واحد إذا سمحت لنقوش في هذه المركزية دي الدورة في الحقيقة رأيها الإلحاح دي الجالات المالك والإسراء وأنه 13 أو 14 أو كان لقال 15 المرة وردت سواء كتوجهات سواء كخطابة مباشرة إلى آخر النقد المزدوج الذي قام به جالات المالك لا للاستثمارات في نفس وقت الإدارة إلى آخر هذا يبين أنه كيف أن مالك البلاد يطرح الموضوع أزيد من 15 مرة أو يعني في الضرف دي الخمس سنين وتم تجاوب واحد فهذا يبين من جهة أنه إرادة كينة وستستعمال الإلحاح الملكي كين لكن أيضا يبين أنه كان هناك تلك في تنفيذ وإخراج هذه القوانين وبين بالفعل أن هناك واحدة الخطوة كانت مع الحكومة الحالية ومع المسؤولين على القطاع الإدارة والوظيفة العمومية والذي بالفعل استجبوا لهذا مش فقط هو الأمر يتعلق بإرادة مالكية موجودة يجب دستوريا وأخلاقيا وتاريخيا ودينيا لنسي علىه امتتلا بل لأن هناك الشرط الموضوعي الذي أصبح يستوجيب أنه لا يمكن لنا شيء نخلي الأجندا ثلاثة مركز إداري وكانها مع القاء ومعهم فهمش اليوم يمكن كمرحلة أولى بش نمشي مع استقادة بعدم تفاؤل يمكن غادي نحيد من تمركوز واحد كان عنا في الربط يقول لنا 12 تمركوز في الجهات لكن على الأقل 12 مشتركة لأن كاين واحد السياق للهيئات الجهة والوعدة آخرية اللي غادي يمكن ضبره هذا المفهوم يقتضي تبسيط لكي يصل في الوضع الحالي الجامعة الترابية قريبة من المواطن تقدم له الخدمة دي القرق ما كي مشهر في المقابل خدمات الدولة عندما نقول خدمات الدولة دي الصحة دي التعليم دي الشغل دي العدد دي القطاعات وطنية وطنية ومتمركزة في الوضع الدولة عندها مصالح خارجية الوزارات لكن لا يتملك الصلاحيات متين يمشي المواطن ومنذهم بيدي الصحة أو منذهم بيدي التعليم لا يمكن أن يتحل المشكلة لأن تقول سي الرباط إذن كل شي متمركس الرباط إذن أخذوا الطلب دي إذن أخذوا طلب يمشي الرباط إي كل شي إذن أخذوا الطلب يمشي الرباط وتسنين إذن أخذوا إذن يرجع وإلا المسؤولين في الغالي يتعامل بالمنطق كم حاجة قضينا بيطركها ليس الجامعة لكن كينة العقلية موجودة في ذلك المواطن المسكين يعاني ويتعب في قضية قد تبدو بسيطة في المراوحة بين الرباط وبين مسكاني اليوم نقول لغة التبسيط الخدمات في الرباط غادي تمشي عند المواطن غادي تمشي الرباط عند المواطن وهذا تحول جوهري جدا المواطن لأن كما قلنا الدولة وهياكلها في خدمة المواطن في ذلك هذا تحول جوهري طبعا النص الذي بين أيدينا الذي هو المتاق هو نص جابد ولكن قراءته وتفكيكه تعطينا المعاني دي الإصلاح والمعالم دي الإصلاح الكبير جدا يكفي نقول مثلا المتاق نشير دو جنبير الماضي ورسمه كأفق زماني ثلاث سنوات يمكن بعد ثلاث سنوات نجول قيمه ولكن التنفيذ بدأ أول ما بدأ التنفيذ بعد شهر عقل من شهر كما نص على داك المتاق خرج نموذج تصميم المديري دي القطاعات الحكومية خرج في ناغم إطار دي العمل بهذا النموذج غادي تشتغل القطاعات الحكومية باش كل قطاع حكومي غادي روح الجرد دي صلاحية اللي عنده اللي غادي يمشي يعني الجهات والأقاليم اللي غادي بقفر المركز وفعلا تم أول قطاع دي الشهواء وزارة داخلية وصدق علىها تصميم المديري والقطاع الحكومي تشتغل وقد رسم المتاق ستطل أشهر كأجل سينتهي في 24 يوليوز إذن ركي تقدم تانيا اللجنة الوزارية للتمركز إدارية تيرأسه رئيس الحكومة وتنظم وزير الداخلية وزير المالية العميل العام للحكومة يعني وزير وظيفة العمومية والقطاع الأخرى تشتغل لذلك الربعات دي الشيماعات في هذا الضرف الوجيز واللجنة التقنية المونبتيقة داته بعد عشر الشيماع إذا كنت شغل ليوم تكلموا من خلال هذا المقرد دي المتاق أشناء هو العطار الذي يمكن أن يقع لا يمكن أن نتكلموني مع العطار العطار لا عطار المنين ولا بدين ولكن اختيارات جوهرية في توطين دي التنمية على المستوى المجالي في الدور سواء دي الوالي نجرعه نتكلمه فيه بالتفاصيل هو جاوب قبل باختصار لماذا لم يتم إشراك سوى عمرت يقول لم يتم إشراك المنتخبين ونحن نتحدث عن إدارة القرد الحكومة شغلت على هذا المشروع طبعا مع البرلمان أولا والبرلمان بمجلسيه يضم النواب منتخبين مباشرة ويضم في المجلس المستشارين كما هو معلوم ممتن دي الجماعة الترابية ودي كل الفئات في المجتمع إذن وقع التشاور مع المجتمع من خلال ممتنه في البرلمان وطبعا القطاعات الحكومية كلها كانت تشاور واسع جدا وعفض إلى إنتاج تصور دي المتاق متقدم جدا حامل لإصلاح جوهري يعني يتلمسون خلال قراءة مضامينه شكرا سيد عبد الرحمن هو في الواقع الهدف الأسمع من هذا الميطاق الوطني هو بش المواطن يحس كيف جعل لي سيدناكم القضية دي الصحة التعليم التشغيل إلى آخر ولكن دب إحنا صحيح لأن لليلة مكنش الإشراك من القاعدة بش يطلع الفوق أما إذا بقينا غير الإدارة بحدها هي اللي كتصوب وهي لك الدير إحنا كيبلينا على أنه مستقبلا سيقول إحنا يمكننا نتفعله نطلب الله كل أمور بخير ولكن مني كان من المضامين دياله كان من الأجدر الحكومة عندها غلاب يمكن الدير القضية المرسوم صحيح ولكن كان من الأجدر يدع على بشروع قالون مثال ويجي اللي يجعل مختصة ويتنقش أكثر فأكثر صحيح كان الحاح ملكي كان إرادة ملكية يعني الحكومة تجاوبت ما يمكن ننكر هذه القضية على ولكن التجاوب يكون في المبتغة يلمسوه المواطنين ومواطنات أنا أعطيك واحد القضية مثال على القضية اللي هضرت عليها دي التصاميم المديرية حنا اليوم في خمس شهور تقريبا بشكل فهي أجل ينصد شهور وزارة الداخلية بوحدة هي اللي دارت واش هاد الشهر اللي باقي القطاعات كلها يعني غدت قدر تنزله نعم لا أنا أبكى موش العكس ولكن ده بكين المدة الزمنية الأجل دي كلها التصاميم فيه ثلاثة السنوات والمادة واضحة في الميطاق كتغضر على أنه فاتذة السنوات يجب في كل سنة ندير التقييم في نوصلنا حنا هذا بخمس شهور ده بس ما وصلنا ولو كان من المفروض هذا الخمس شهور والاستة نكون بعدها غير بدينا قدرنا شي حاجة يعني يمكن أنا نتمنى الله نكون يكون هاتشي ما يكونش بغينا هاتشي يخرش في الوقت والهدف للأسما كيف الهدف للجامع هو أن ينسو المواطنات والمواطنين على ذكر كتر من قضية الإشراك اللجنة اللي ديرين الجهوية دير التنسيق لها يعقال لجنة جهوية للتنسيق وما في أش رئيس الجهة وما في أش رؤساء المجالس الإقليمية أعضاء المادة واضحة في الميطة أشكال اللي يخسروا لزيدوا المنتخبين لأنهم أدراء والعلاقة كيف قلتوا بلا مع النواب اللي عندهم طبيعي ولكن الجماعة الترابية نحن سننضروا على هذا فيما فيما نحن نحن سياق الآن أنت أسمي تخديتي الماكل فضل المشكلة هو أنه كيف ما كالحال يعني بالنسبة لنا ما قمت به الآن اللجنة الوزارية المشتركة يعني لا يلبي الحاجيات ولا يلبي التصور الذي يريده المغاربة للتمركز الإداري بالدلل على أنه كان بعض القطاعات الحكومية الآن لم يكن حتى تمثيل على مستوى العمالات ولا على مستوى الجهة ونحن نتكلم على تفعيل للتمركز الإداري كذلك كان مجموعة المراسيم اللي خصها تفعل اللي خصها تدرس من جديد لأن فيها اختصاصات فيها الآن وش فكرنا فعلا بأن الوزارة مستعدة يعني تفويد الاختصاصات الإدارة لم ومركز ديالها على مستوى الجهات وعلى مستوى العملات هذا رأيش كال كبير وكبير جدا لكن الميطاق الرتيبين بأنه هذا خيار لا رجعة فيه لا يمكنش يعني واحد قطاع حكومي يقول بأنه أنا ما مستعدش ولا ما غدش نشارك لا من ناحية العملية هذا لا يتكلموا على أنه غد يجي واحد الوزير ويقول أنا غير متفق ولكن من ناحية العملية كان هناك بعض الصعوبات ولسيما يلا تكلمنا على أقطاع لأن الحكومة الآن بربعين ديال الوزارات تقريبا لا يمكنها أن تكون لها تمتليات على مستوى لا تمركز الجهوي بربعين قطاع لكن كينا تمتليات مشتركة قال المتاق تتكلم صحيح غير في السيق باش نرجعون دائما تنمشي معاك في السيق ديال لأنه لا غير باش نوضحو كثير للناس شوية كيف قال سيس لما العمراني نحو التبسيط هل نحن هنا الآن بصدد الحديث عن بين قوسين حكومة جهوية يكون فيها للوالي دور الرئيس هذه الحكومة يعني باش لأننا تنتحدث على جهزة إدارية على وزارات ستفوض الاختصاصات يعني بغض نظر عن الاسم كما مهما كان الاسم ولكن من ناحية الهيكلة والفعالية واش تنتحدث على حكومة جهوية هذا الطمح من الأساس لأنه من اللي كيقول أن هناك جوج ديال القاعدات الأساسية أو لجوج المبادئ اللي كتبنع لهم هدف السفادي اللي تعم مركوز أولا صدارة الجهاب ثانيا الوالي باعتبار يمونس ونحن نتكلم على مستوى الجهة يعني أنه الوالي معه لطماجور نعم اللي غدي يشتغل واللي غدي ينسق البصالح وأيضا هناك رئيس الجهة بأدوات الاشتغال ديال الجهة واللي غدي يجيب يعني المخطط تلمية الجهوي واللي عنده صلاحيات أيضا ما كانش عنده السابق وعنده السابق واللي اليوم غدي ينسقو من أجل مخطط تنموي باش هذا ضروري والمصطلح هتلعب معناش بغيره واللي مفروض أن مخطط تنمية الجهة والبيدئير كيخصو يدوز بواحد المراحل منها أنه جميع لا معاف سواء إقليمية أو ترابية تكون سلهمات في وضع خططها إلى آخر وبالتالي من حيث يعني الشيما من حيث الخطط نحن أمامها واحد عمل متكامل متجاليس أنا بالعكس أرى أنه من حسن لحد أن الداخلية بدأ سدار تلك لأنه من المكان ما دارتوش غدي كل شي اللي تحطر يقول الداخلية ومداخلية في وزارات ما دارش وإذن بالتالي احنا ما دارناش بالعكس يبدو لأن هذه العملية من صاميم في السفة اللات مركوز معنى أنه الأقوى مركز أقوى عمود الموجود في الوزارات يبادل إلى هذه العملية ويخرج لأنه من المفروض أن تكون واحد مسافة السبق من المفروض أيضا أن الوالي يكون عنده قواعده باش ينصق من المفروض أيضا واحد توازن ما بين قوة التعيين وقوة التدبير الحر اللي يمشي بها واللي يجيبها السيادة الشعبية إلى آخره واللي يتخدم في آخر المطاف اللي غادي يتعرض المحاكمة يعني بين مزوجتين الشعبية أو كده إلى آخره هما المنتخبين هما اللي يوسعوا الوعاء ديال تدبير الحر هما اللي يخصوا يوصلوا هما اللي بالفعل دابا اليوم اللي كانت تكلموا في الجهات ربما كل الإخوان مسؤولين عندك واحد تفوت كبير ما بين أنه باشك تأخذ القرار أو الاتفاقية وتصدق عليها في المجلس وتمشي عند مثلا من دوب ديال الجهيز أو من دوب الصحة كنت تضرف فيها وكين أشياء كثيرة اللي بقي يعني معطلة كين أشياء اللي مازال حتى الوزارات ما دواتش معها ما تحداتش مع المكوينة ديالها والفروع ديالها والمتدادات إلى خيره هذا مجهود أنا أعتقد أنه يجب أن نضعه وأن نسجله في الاستمر الذي يجب أن يستعمل وبالأسس هو الإرادة السياسية حتى لا يكون هناك وحتى راجع في الحمس إلى آخره لأن كثير من الأشياء بالفعل كان بدأوها بوحد الحمس كبير أو في الطريق كتبقى حرقلات إلى آخره وتمنوا أن هذا الشي اللي لماذا كنا الفلسفة أنه قسم يكونوا عارفين بأنه أمام بناء دولة جديدة مغرب جديد مغرب الجيهات مغرب ديال يعني القرار ديال القريب ومنساوش وهذه مسألة جوهري هذه الخطة اللي فيها زياد من 48 مادة ديال المرسوم ديال اللاتا مركوز غير نقطة واحدة فقط من مشروع ديال إصلاح الإدارة المغربية اللي فيها 25 مشروع وتصور أنه هذا اللاتا مركوز اللي غنت نديره إلى حلقة واللي كان محط في البرلمان إلى آخره هذه غير نقطة واحدة معنا أنه نحن أمام واحد يعني واحد ترسانة كبيرة اللي أتها وزارة المعنية واللي كتبين بأنه من كان يعتقد أنه حتى في تشكيل الحكومة أن وزارة الوظيفة العمومية ومن بعد شنو بان بأنه الآن جوهري وأنه في الإصلاح يجب أن لا نستصغر أي شيء وربما نرى أن أنا قلت 48 مادة فيما يتعلق باللاتا مركوز ونديره غير هذك المهندل ديال 40 نضربوها في 24 أو 25 مشروع سنشوف ما سمى السيد الرئيس الحكومة سيلوا المراسيم وصيب القوانات التي يجب وأيضا سيطر سيطر لكي تقدموه في النقاش ونظر أكثر المشاهد في صورة المحتوى المحتوى المتاق المتاق ناطقون بالإصلاحات التي تتقدم إن شاء الله لها بلادنا أولا هذا المتاق رسم مع علم للإصلاح في الشيق الأول بدأ التنفيذ باللغة ديال المعطيات أولا خرج نموذج تصميم المديري هذا كان التزام في المتاق وقع الوفاء به ثانيا اللجنة الوزارية لطلط مركز إداري عقدة طرب عادي للشيماعات فهذا ضرب للسلط الأشهر هذا ليس سهل واللجنة المنبتق عنها 21 اجتماع فهذا مدى الوجيزة هذا ليس سهل رابعا الوزارة الداخلية قبل الأجل وضعت المصروع ديالها وصدق عليه القطع الأخوة تشتغل هذا المستوى الأول إذن كيف يشتغل الآن ثانيا طبعا الأفق هو ثلاث سنوات ثانيا هذا التصامل المديرية عدنا أجل 24 يوليوز سينتهي الأجل تكسعا تذكروا من الذي وما لم يجزف الموضوع من سبب كل قطع حكومي المستوى الثاني عندما نذهب باش نشوفو ما هي هذا الإصلاح يجدوا مكانه وطوطينه ومستوى المحلي عدنا أولا الجهات أو الجماعة الترابية تشتغل كما هو معلوم وتنتج التنمية كين بعض المشاكل وراء البناء الجهوية وراء ما صار طيب لكن في المقابل هذا المتاق يعني دار من الآليات يعني كمرتكز ثاني لهذا المتاق هو مركزية دور الوالي الوالي بمقتدر فصل 157 وعين الدسور يعني год يمتي السلطة المركزية ينسق المصالح العملة دي المصالح الخارجية طبعا تاحت السلطة الوزراء المعنيين إذن يتابع العمل دي المصالح العمل هذا المصالح العمل على مستوى الجهوي وعلى المستوى الإقليمي عند دور دي القيام بالمهام التي تفوض لها بالقانون من خلال المركز إلى المجن تانيا المصالح اللام ومركز عenda يضدر واحد الضور أساسي لدعم ومساندة الجماعة الترابية لأن الجماعة الترابية والمصر الخارجية هذو مكونين يتكاملان ويتعاونان للمنطقة دي الخدمات المواطنة كل واحد في مجاله وكن منطقة دي التعاون ودي التكامل والتقائية إذا مشينا قرينا المتاق لفظة الالتقائية تتردد بكثرة وهذا ماشي اختيار عطيباتي هذا اختيار واعي قاصد لا يمكن لأنه نفس المجال تتوطن فيه سياسات مختلفة في ذلك لابد دم التقائية لابد دم التكامل لابد دم انسيجام والوالي يلعب دور أساسي من خلال يعني دور دياله كمؤسسة هناك لجنة جهوية طبعا تنتظيم رؤساء المصرح الخارجية ورؤساء المصرح العمومية والمقاوة العمومية يعني الوجود المجالي طبعا تنسيق مع الولاة العمر مع الرؤساء الجهات سيقع ولكن رأى الجهات هذيك هاي أمستقيلة لا يمكنش يكون الثاني لأنك نشتغل على مراجعة شاملة للنصوص التنظيمية والقانونية التي رسمت اليوم المركزية الإدارية بمعنى باش يمشون قطاعات الحكومية إلى التفويل ديالاختصاص وديالتوقيع وديالصلاحيات إلى درجة أن رؤساء المصالح الخارجية مستوى الجهات هذي يقولون لهم عمري بالصرف هذا تحول كبير جدا ما يبقاش عمري بالصرف عن الوزير تانيا تدبير المصار المهاني للموظفين لا يبقاش في الرباط سيقول لي على مستوى التمتيليات الإدارية الجهوية بمعنى من طبعا الموظفين اللي هم أرهن إشارات الجهات يعني تدبير المصار المهاني من التعيين إلى التقاعد هذا غادي تدير الجهات وعدد ديالصلاحيات هذا يقتضي مراجعة شريعية للقوانين يعني المعنية وكذلك نصوص تنظيمية يعني كما ذكرت المتاق في هذه الإصلاحات الجوهرية وهذه اللجنة الوزارية للتمركز إداري هذه واحد ضمانة مؤسساتية للصهر اليومي على تتبع تنفيذ المتاق وراء الأجل للثلاث سنوات أجل ملزم وطبعا يقعد حتى طائلة المساعلة من قبل البرامن وكل للجهات لانسوا عمر بعد يعني هاو التوضيحات يعني كيفية تتشوفها المسألة الالتقائية والتكامل بين الإطار للجهات كمؤسسة المشتقلة وبين هذه المسألة التي تنقذ إداري إذا سمعته السيء عبر حمال وانا رجع الواحد المقتضف من خطاب العفش ديال 29 يوليوز اللي كان حاسم مما جاء فيه إصدار ميطاق لا تمركز الإداري داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوب المقبل بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج المياه الاقتصادية والاجتماعية في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة انتهى كلام صاحب الجلال يعني منك نقوله المسؤولين المحليين ياخدوا القرار واش كلمسوا في المضمون ديال الميطاق ان رأي الجماعة ترابية عنده القرار رأي كل شي متفقين احنا كنقوله هاد الشي لا رجعته فيه ولكن غير احنا كننبه من أجل باش اتشره لابد لان اليوم بغينا ولا كرهنا صحيح الجهة مستقلة والإضارة مستقلة هاد الشي متفق فيه ولكن ما يمكنش يكون رئيس الجهة في العضو في الجناة ديالتنسق رؤساء الجماعات المؤرساء المجالس الإقليمية اين المشكلة لكانوا لانه اللي عندهم على قواطيضة مع اثنين المحليات الترابية وانتم تعلمون وانتم ما كنتعرفوا هاد المسألة هاد احنا بل اشكال فيه كيكون القضية الموظفين اللي جات على لسان السيل عمران متفقين ولكن احنا كنعرف وده با حد بجموعة ديال الموظفين اللي كان في الخط ديال القنيطرة اسفي كيفاش غادي يمشي مثل هاد الموظف التملالت ولا صدر حال نقولول للقلعة ولا الرشيدية ولا ولا واش كينش يتحفيز لهذا الموظف لانه ما يمكنش يخلي الخط ديال القنيطرة اسفي ونقولول يمشي لواحد منطقة اخرى نائية تصنغت وارزازات فينمار رشيدية باش يكون هاد المطاق باش يتفعل الهدف ديال ما احنا احنا هو التفعيل دياله باش يكون بواحد المسألة اللي هي تكون جوهرية ربا وفي نفس سياق في نفس سياق الكفاءات البشرية اننا غادي تطرحها هو السياق عمراني تتحدث على الاليات لكن الآن غادي تتحدث الامكانيات المادية والبشرية هناك ربا ما تتحدث على الكفاءات اللي في المحور كيف قال تكوين او اعادة تكوين لكن ربما كين هل هناك يعني الاطر اللي في الجهات الآن كافية ام يجب من اجل تفعيل احسن لهذا المتاق انه ربما استيراد اولا هذا من مراعات ملائمة بين المركزية الادارية ولا تمركز الاداري لانه الان الوالي بحكم الدستور عنده يعني اختصاصات واضحة وهو الممتل ديال الادارة المركزية ولكن بالنسبة الاطر الاخرى لان الاطر كلها متمركزة في المدول الكبرى وخاصة في المحور ديال الدار البيضاء نعم لكن الادارة هون عندها موظفين يشتغلون في كيف تجيئة هؤلاء الموظفين الموجودين حاليا غير كاف لتأدية المهام لم نحية العددية الكفاءات لأنه يعني من الآن يجب التفكير في إعادة انتشار الموظفين ولكن إعادة الانتشار ليس سهلا إذا نريد إعادة الانتشار الموظفين المركزين من الآن نفكر في التحفيزات هل الحكومة تفكر في التحفيزات إذا غدى وقفنا على هذا لأنه لا يمكن الولي يخدم بحديته وإلا ستكون هذه الجهة التي تتكلم عنها والتي هي أساس لأن الأساس تمركز لا تمركز الإداري هو الجهة إذا كانت الجهة فارغة الآن حاليا كان بعض الأقليم التي لا يوجد مهندس معماري لا بالنسبة للقطع الخاص ولا بالنسبة للقطع العمومي وبالتالي من الآن يجب التفكير في المسألة الانتشار الموظفين والتكوين وإعداد التكوين لأنها مسألة ضرورية لإنجاح العملية التي تمركز إذا كنت بديت الفكرة أسيج مريغ شرح أكتر أنتوا ستعور باش نرضي نتار هذه المسألة الالتقائية ديال الدور ربما توضيح الدور ديال كل نتار تفتك نائب رئيس جهة كيف تشوف العمل جهة عندما يتم تطبيق هذا المتاق أولا لعد الصلاحيات الأساسية والجوهرية التي سيشتغل بها اليوم رئيس الجهة والجهة أولا هو الأمر بالصن هذه جميعا ولا أيضا من الدراسات ديال المقارنة إلى آخر حاجة تانية هناك أدوات لدى رئيس منها مخطط تنمي مخطط الجهة هي التي تضع بناء على استراتيجيات وطنية موجودة بناء على دراسات بناء على مشاورات وهذه تديرها مع الجماعات ومجال الإقليمية ومجتمع المدني إلى آخر وكتبلور هذا مخطط ديال التنمي كتطرحوا وتعرضوا على الشركاء الحكوميين هناك وزارات بطبيعة الحال أو قطاعات الحكومية حد الساعة كانت تفاوت في التجاوب كانت تفاوت في المشاركة في المجهود ولكن عموما كانت كأدات من أجل أن تشتغل الجهة وفي تالي الكيان ديال الجهة يتأسس هناك الإدارة للجهة هناك أدات ديال واللي هي أحد الأدوات الأساسية اللي مكنش عند الجهة السابقة واللي تعتبر اليوم بالأدوات ديال تنفيذ مشاريع وهو كيان شيء قائم بحدداته اللي كتخدم به الجهة هو اللي كيحدد نوعية المشاريع إذاً زم تتشوف مكان رئيس الجهة فهذا الجناد الجهوية التنسيق لا أنا في تقديري هذا كيان يهم الإدارة والمسا بالنسبة هذا كيان مثلا اللجنة الجهوية التنسيق يجب أن نجلس مع الجهة وتماع الجهة طبعا لأنه اليوم هذا هو التدبيل الحر اللي كان دافع لي وهذه قوة المؤسساتية للجهة لأنه هذه قوة المؤسسات للجهة يجب أن لا تخيف أي قوة مؤسساتية أخرى بالعكس سيكون تعاون وتم تنسيس على التنسيق وتم تنسيس على أن الوالي يساعد الجهة وبالتالي أنه الذي سيدبير هذه التنمية الجهوية بطبيعة الحال سيبقى دائما الجهة وكما قلت في السابق أن هذا المجهود كان الناس للإدارة هذا بكل صدق كان بطبيعة الحال تفابوتت خاص وحد تأهيل دي الوظيفة العمومية في مستوى الجهات أي أنه يكون عند جميع الجهات نفس المصالح اللي مركز ولكن حتى داخل كل وزارة يجبوا التأهيل كان اللي في مندوبية جهوية مثلا دي الطب جيدة في الطب البيضاء ماشي نفسها مثلا في الشمال ماشي نفسها في الشرق وبالتالي هناك مجهود للتأهيل دي هذه القاعدة دي الموظفين الذين يجبوا نشتغلهم يجبوا أيضا إعادة نظر في الحكامة وصحيح أنه اليوم الجهة كين واحد الأطر من درجة عالية جدا بكل صدق يعني كنشوف شخصيا نائب رئيس كنشوف واحد موديل المصالح بواحد الكفاءة عالية كنشوف ناس دي القطع المالي كفاءة عالية كنشوف الناس في متواصل كيف نعطي الفرصة في هذا التمركز الإداري أن الموظفين أيضا تظهروا طاقتهم أيضا تظهروا كفاءتهم رغمش دائما الموحيط وللنظام الوظيفي يسعف الموظفين على أن يعطيوا أقسى ما عندهم أعتقد أنه هذا من جهود أن يخسنتقوا واحد جزء موظفي وبطبيعة الحال خاصة يكون واحد المشروع ديال تدبيري وأعتقد أنه كين هذا التحول التدبيري الذي يجب أن يكون على مستوى الوظيفة العمومية والإدارات الشكل الذي يجعله بالفعل أن يكون هناك ميتاق ديال المرافق العمومية يجب أن يكون هناك ميتاق ديال أخلاقيات العمل داخل ديال المراقع ديال ديال أشياء كثيرة اللي ستخلي أنه بالفعل هذا المشروع تكون فيه واحد يعني وحد الرجا وواحد حماس حقيقي يبدل ما بين أبغيت نقول لا توجد ديمقراطية قوية بدون إدارة قوية يعني مش إضعاف الإدارة أوتوماتيكية سيؤدي إلى تقوية ديمقراطية لا تطرر لا لا سمح فيطر التفاعل لأنه التفاعل والذي يسمح لنعودون برزوء أكثر يعني ونضح إلى أولا مرة أخرى الحكم على الشيء فرعا عن تصوره فعلا كان خالل هذا إصلاح ديال التماركز الإداري يتوقف أساسا على وحل المقويم جوهري هو الإمكان البشري هو الموارد البشري الذي ستنهض به تشخيص اليوم كان خالل فيه توزيع الموارد البشري حيث يوم تمركزها في محاول الضرب داع الرباط واليوم هذا التمركز سينجح بإعادة الانتشار ديال الموظفين إلى كل جهات فيطار التوطين والعدل المجاري طيب أكين في الميتاق واحد المقتدى الجوهري يقتضي الأمر أن يعدل القوانين التنظيمية المتعلقة بالتعيين في المناصب المسؤولية بتنصيص على التحفيزات في هذه القوانين بشيكونوا على الإطار يعني قانوني يسمح بتحفيز الموارد البشري لكي تلتحق من محور الضرب يدربت مرة أخرى إلى المحاور الهامشية كين عمر الثاني محفز داخل الميتاق هو أن رئيس المصلحة الجهوية الإدارية بمتابة مدير مركزي في الوزراء ورئيس المصلحة الإدارية الإقليمية بمتابة رئيس قسم مركزي في الوزراء هذا من ناحية لصاتي هذا مهم جدا ومن ناحية المالية مهم جدا هذه عناصر تحفيزية التي تخلي في إعلان يعني إعادة المتصف نعم نسمح لغير إضافة هنا الحاجة اللي مخساش تبقى ما يمكنش تعطي مثلا أكاديمية تعليم تعطيهم تخصوص باش ينظروا مثلا في كل ما يتعلق بالتعليم الخاص ومخلين مديرية دي التعليم الخاص في الوزراء ما هذا معنى إذن أنه هذا من جهة غادي تخفف على المركز ولكن في نفس الوقت غادي تخلق واحد محور واحد قدرة إغراء لدى الدين الهامج أو لدى يعني لا ممركز يعني واحد إعادة النظر صلب يعني الإدارة وكذا غادي المجموعة إشكالة اللي كتبلينا الآن صعبة جدا نعم في النفس من بين يعني المشاكل المتاق أو المرسوم جاب يعني إحداث يعني منصب جديد وهو الكاتب العامل الكتاب العامل الشؤون الجهوية ربما لضرء هذه المشاكل التي تحدثنا عليها صح هذا شيء مهم يعني هذا المتاق يتنزل من خلال آلية متعددة أول آلية عن مستوى المجال هو مؤسسة الوالي هذه مؤسسة مركزية طبعا من خلال فصل ميقم 40 ما أنطه به من صراحية هو المشرف على عامل المصالح الخارجية طبعا تحت سلطة الوزراء المعنيين المتاق يعني وضع آلية دي اللجنة الجهوية يرأسها الوالي كما ذكرنا نعم وهناك لجنة منبتقة لجنة تقنية منبتقة عن هذه اللجنة الجهوية تحت إشراف الوالي يعني تنتظم المسؤولين هذه تقوم بدور تقنية دي الإعداد المشاريع والتقارير الأخير فهي عداة مساعدة لعمل دي الوالي هناك مستوى الإقليمي هناك لجنة يرأسها العامل لجنة تقنية ولديها لجنة يعني هناك لجنة يعني إقليمية هناك لجنة تقنية منبتقة فهذه آلية كلها من الإقليمي إلى الجهوي إضافة إلى اللجنة المركزية التي يرأسها الحكومة هذه آليات مؤسساتية على المستوى العامودي عنده حدث دور دي التتبع ودي التقييم ودي التقارير ودي التشخيص باش فعلا المتاق يعني يجدوا يعني طريقها إلى التنفيذ بطريقة ناجعة في الأجل هي محددة نسي وعمر إذن في خضم يعني التي تنتهت عليه أنتم كمشرفين أو ممارسين للشأن المحلي من دي القرن بإضافة التخوفات يعني التي تحتها أو النواقص إذا صح تعبير علما بأنه التجربة في بدايتها شنو اللي يمكن يعكسات المباشرة للمواطنين دي كيخ سيدار لنفر رأي ديري هو بعد الإصراع بهذا المواكبة دي التنزيل دي المراسيم ودي التطبيقات لأنه كيف جعل لساس العمر رأي كان واحد تدبير دي الموارد البشرية رأي يقتضي اتخاذ واحد مجموعة أخرى دي التدابير باش يمكن يعني في غياب هذا شي ما اتخذ شدروك رأس عيب الحال نضروع للكاتب العام الجهوي ولكن الموارد لا بالدم خاصة نكمله كنت المراقبة والتدبير المالي والمحاسباتي تورخ فيهم كلام باش هذا شي خصوية تعاود وخصوية مراسيم النظيم اللي بتتعاود اللي بات الاشكال فين كي تطرحت على الاقليم الاقليم كنقول كينا لجنة تقنية صحيح كي ترأسها الكاتب العام حسب الميتر يعني تحت اشراف العامل دي الاقليم هذه الجنة تقنية يعني ولكن دائما كنرجع الخطب دي سيدنا اللي كينص على المحليين راه ما يمكنش لا تنمية بدون اشراك المواطن راه لما شركنا ذاك الفلاح وذاك التجر وذاك الطالب وذاك الشاب وذاك المرأ وذاك نجيبو لهم المشروع ونقول لهم هات طريق هذين نديرو هذ المدرس لا احنا نشتغل مع الإنسان ومن أجله باش نشتغل من أجله وهذه هذين التوجيهات سيدنا الله نصر بالطبع احنا نضر عن المضام اللي جات في الميطاق يعني نقول لأنه فيها واحد عدد دي كين خال لابد نحن نطلب الله هذ شي يمشي مزيان وبغينا يمشي لأن بلادنا هذين لا رجعة فهذه المسائل دي الميطاق ولكن جويد طريقة باش الدال يعني الطريقة المضمون دي العامل دي رئيس غادي طرق للجنة التقنية ورا كيدير ذباني رايط رأس وكي يشتغل نيت مع الجامعات الترابية دابرة المرسوم كله في حديدات را كيبان ما فيش يتغير جدري غير بطريقة أخرى خرج طريقة أخرى تدبيريات نظيمية اللي يمكن ولكن الواقع المعاش اللي كيتعاش عن قر العامل يوم صحة غير ربما التغيير هو أن هذوك المسؤولين سيأخذوا القرار على المكان لا 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 قرأوا النص قولنا المدّة اللي تقول القرار لا كيرجع للجهوي اللي كان هضر مع الربط مباشرة اليوم كيرجع للجهوي لا يجي الجهوي هذي 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 ولكن القرار لا لا يتخذ في الإقليم القرار في اللجنة تخذ على مستوى الجهة المرس رات تحط هنا على مستوى الجهة لا 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 باقي هذي مزال ما أعصد لفلوس هل أولا بعد ما زال ما زال ماشي أمر بالصرف ما شي هذر على اليوم ما زال مدّة بعيدة لأن في الميطاق في سوفا يعني بعيدة مدام الرجل ما عنده فلوس ولكن راح نتحد تؤيل نطلق نرى بصدر نرى 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 ما زال ننطلق وقال يجي ما زال تصاميم المديرية ما زال باقي صعب تصاميم المديرية الصعب رحمن عند واحد أجال 6 شهور قلنا وزار الداخلية دار بقى شهر باقي شهر نحن نتظر لأنك تقييم سنوي نحن تقييم سنوي نحن نحن جيد يعني 6 شهور لابد دام نقول ثانيا كان هضرون يتنمشوا الولاد راح الوالي غادي يطرأس اللجنة وهدي يهضر ولكن راح ديما الأمير بالصرف قد دام لي يكون يماذا ما زال ما زال ما زال هو تكسيد الجهاوي علاقت مع الوزير وكلنا نعرف رأي لما تكون آمير بالصرف وتأخذ القرار هنا في عدد الاجتماع يجيك مسؤول وهذا يجيك تركيز لكي يحيد يجيك مسؤول يجتمع معك وليس يأخذ القرار لا باللات المرة الآخر يجيك واجه آخر في الاجتماع في نفس السياق ويقول لك على دوست بعد هذا 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 في تضع حد لهذا ولكن تخوف ديالنا هو هذا ما يتضع لحد علاج حين دائما هالوالي واني مش أمير الصرف دائما المسؤول الجهاوي يتشاور مع الوزير ديال باقي الرباط غير باقي ما نقولو حيدنا الوزارة ولا حيدنا الرباط الرباط رباقي في المتاق هادي نشوف الله نشركوا معنا باش نتيل من خلال المتاق الوطني لا تمركز الإداري كيف على أنه الوالي سيصبح مؤسسة قوية على مستوى الجهة وحنا الهدف هو ماشي قوي وغير الوالي يكون قاعدة الاصطاف كله في إطار طماجور يكون قوي لا يعقل أنه نعطي هذه الصلاحية كلها لأن التخوف ديالنا كله من لا تمركز من المركزية جديدة يعني كنا نتخوفين الرباط لكن الدورات المرسوم بينه أكثر من تنسيق من يعني دور ينسيق هو ينسيق ولكن طول الاصطاف هو اللي سينسيق بينه سيكون خضعين كيف ما كان لهم ماشي خضعين إداريين ماشي إداريين ولكن يعني وش هو الدور ديال التنسيق ديال الولي فعلا ولهذا أنا بغيت هذاك الاصطاف كله يكون قوي إلى جانب السيد الولي لا بغينا فعلا نخلقه وركاين ركاين المادة تقول بأنه المصالح المركزية خاصة تعطي الصلاحيات الكافية لدوك المناديب ديالها باش يكون عندها بعدها لا اسمح لي وش عندها بعدها هاد الأطور الكافية على مستوى هاد مسألة أخرى واشكين هادك المندوب عنده الصلاحية واشكين عنده الكافية بمقتضى الدسور والمثاق السلطة ديال الوزراء المعنيين على الرؤساء المصالح الخارجي أولا وعلى الأولاد رأس السلطة عندها تفيد وما تفيد والواليد ضر دياله هو التنسيق باش يكون التقائية ويكون تكامل ويكون هذا ضرر لأنه المنظومة الجوية يكمل الفكرة فما كان المهم غير اللي بغيت هو أنه يكون باش الناس يأخذوا بعين اعتبار لأن كنت قولوا بأن رأس مش أمور ولكن لما تلقى بأن تصميم مدير واحد ديال وزارة الداخلية هو اللي الآن يعني بين أيدي اللجنة وباقي شهر هل رأي يمكن الوزارة كاملة تعطي في هل يعقل أنه في هذه المدة كلها يلا جبنا بواحد تصميم مديري وفي ضرف الشهر هل نجيب ما تبقى من نازمته معنى هذا ما تبخيس من هذا المسلسل ولكن بالعكس الهدف هو أنه نراعي جميع الجوانب اللي ستأثر ونقول مدر مدر مخت المناس أعتقد أولا أنه دائم تكون طبيعة سياسية التوجه العام للدولة وشار أستاذ عمار إلى المرجعية الملكية في هذا هذا ما كان له أن يكون لو لا أن هناك إرادة حقيقية وإرادة تمشي إلى الأعمق وبالتالي أن هذه ضمانة كبرى هذه ضمانة استراتيجية وكبرى ودائمة في الزمان وفي التاريخ وفي الدستور إلى أقل كان تنفيذ كان اللي عنده الوظيفة تخلقه العضو أحياني كان اللي خدام ربما يكون كف ولكن معمور تعطت له الفرصة من دوب ديالصحة مدير ديالصحة معمور تعطت له الفرصة أن يدبر وبالتالي أنه حينما تنعظم الوظيفة يكون هناك ضمور في الطرف أو في اليد أو في رجل هذه الوظائف أعتقد تتقود تانيا أن لحد الساعة مش شيء سينتفي المركز المركز هو الذي سيحضر المركز هو الذي سيفويد ما غادش يبقى غير ذك التفويد في حدوده السيطة وكذا إلى آخر يعني التفويد سيكون مرة واحدة بطبيعة الحال كل نعم سنكون حريص بالنسبة لي نحن كقوة سياسية فرود دائما سنكون شيء مع الإدارة تستمر عنها تقريبا شيء بمعطة الأسف موجود أو لا من حصل حد موجود لكن لا بد أن نقوي تدبير الحرب لا بد أن نقوي المراقبة الشعبية لا بد أيضا أن نقوي القوى الاقتراحية دي المجالس دينا اليوم أنا اللي عندي مشكلة مثلا هو أنه يمكن تكون أعطيك القانون شيء حاجة وجي الدوريات يجب إنهاء أو على الأقل انتقال من الدورية إلى رسائل الأهداف لأن اليوم نحن نعيش كنا في الجهة مثلا واحد الدورية فيما تعلق بالمناح إلى آخره فيها تقويل الدورية صادرت عن الداخلية من يفسرها هو وزير المالية ومن يجب أن تنطبيق عليه هي التقاف معناها عندك ثلاثة من اللي سيكون هذه الشكل ديال التنسيق أعتقد أنه يلقوا حل لحد دي الساعة نحن كان بعض الإخوان في الجماعات وفي بعض الجهات اللي يلقوها تصيغة يعني مارسوها قبل أن يسموها وقبل أن ينعطوها لأنه يلقوها تصيغة تنسيق ما بين الولي وما بين بعض القطاعات الوزارية ويشتحل بعد الإشكالات منها الدوريات اللي كتكون غير مفهومة إلى آخره وأعتقد أنه كنا نعيش الأساسي هو أنه لما يقرروا القوي في البلد اللي هو الدولة أنها تريدوا أن تقوي المراكز إلى آخره ما يمكن إلا أعتبر هذا عصر أساسي لما يكون تجاوز البلوكاج أنا متفق معكم لا يمكن أن نقول هذا إلا بواحد تفاؤل الإرادة وتشاؤم الفكر لأنه سنرى ونتبع ومازال أشياء فيها قوانين واضحة وفيها عرقلة المقاومة كانت دائما نحن نعيش المركزية في الدولة قرون لا يمكن السؤال من الاستقلال الذي نقول هذا بالعكس هناك تحول جوهل والوظيفة السياسية للإدارة التي تنتفي على الأقل أعلانا أننا من أحد الأشياء التي عانينا فيها جدا كحزاب سياسية وكوة سياسية وهو أنه كان لإدارة أدوار سياسية وصنع خرائط سياسية إلى آخر هذا أعتقد أنه حينما تغير أدوار هذه الإدارة وغد تولي تنموية ثم هناك البروفيل البشري اليوم داخل الإدارة يعني واللي اليوم كان واحد يعني واحد استحسان كبير في واحد النسبة كبيرة لأنه أطور اللي عندها انشغالات إما بالاستثمار وإما عندها انشغالات بالمال أو عندها انشغالات بالتنمية إلى آخرين واللي احنا كنا كان مارسو كنشوفه واحد الفرق كبير يعني من حيث الأولويات الحاجة الرابعة اللي كان تكون باستبرا ويجيب على الدولة أيضا أن تعيد مركزة مصالحها اللام والمركزة الأولويات لأنه عندي استراتيجيات وطنية عندي محاربة الفقر مسألة أساسية كين التنمية البشرية اليوم موضوع أساسي وحقيقي هو بحداته فيه شحن من مشروع جلالة المال تكلم على مئة عنوان فيما يتعلق التنمية البشرية والمساعدة والتأهيل الاجتماعي إلى آخرين هذا الشي خصو تنسير وبالتاني خص عودتني هذه المصالح لم ممركزة أن تركز مجهودها على الأولويات وأعتقد أن هذه كل عناصر ديال ضمان كان واحد تخوف صدر قبل السئلة وعمر على أن هو كين 40 وزارة إذن سيكون 40 مصلاحة ربما المرسوم تحدث على خلال حل تمثيليات المشتركة تجمع قطاعات من أجل وحدة عمل لمصالح الدولة هذه نقطة أولا التخوفات مشروعة وحيانا تكاد تكون ضرورية لأنها تعبير على حالة نفسية إشفاق عن الإصلاح اللي يكون له أطار المرجوب من قبل الجميع في ذلك كعدام أقول يعني ليس طبعا المتاق حامل لإصلاح جوهري لكن ليس بالضرورة سيجدوا أطاره نحن الحمد للمتفائلين ونحن نعبئوه نحن نأكدوه ندفعوه بش يمكن ما يتعلق بهذا الموضوع المتاق أتى بالجواب كين قطاعات حكومية لا يوجد مصالح خارجية القطاعات الحكومية لا يوجد مصالح خارجية كين إمكانية تجميع أكثر من قطاع حكومي في مديرية جهوية واحدة إذا لن نكون بالضرورة أمام 40 مديرية جهوية هذا مهم جدا ثانيا السعر عبد الرحمن مرة أخرى الإمكان البشرية هذا مهم جدا يعني أداة أساسية دي تنزيل الإصلاحات المتاق نص وألزم الحكومة باش تدير برامج لتكوين وتكوين المستمر لفائدة الموظفين والعاملين على تنزيل الإصلاحات طبعا الموظفين الموظفات العاملين والعاملات الرؤساء والرئيسات هذا جوهري ثانيا نحن قلنا رئيس الحكومة لا بد من تأهيل شامل للوعي لأنه كان مقاومات لإصلاحات هذه السنة في الكون أحيانا مقاومات بمنطق عادي طبيعي ليس ورعه نياسية في ذلك الحكومة مدعوة دي روح البرامج دي تأهيل الشامل للوعي والعقليات يكون التواصل يكون التأثير لكل من سيصهر على تنزيل هذا المتاق على مستوى الجهوي ثانيا تحفيزها لنحن تكلمنا عليها كان واحد الأمر جوهري سننذكره اليوم هذا المتاق يوفر واحد الضمانات لتقديم خدمة عمومية للمواطن خدمة الدولة للمواطن من خلال القرب كما تقدم الخدمة للجماعة الترابية من خلال القرب إذن خدمتانية للقرب للمواطن هذا واحد الأمر جوهري لفائدة المواطن طيب كي إن واحد فائل أساسي فهذا تحفيز وتفعيل ترافع لدى الجماعة الترابية ولدى إدارة الدولة مستوى الممركز اللي هو المجتمع المدني عندنا المجتمع المدني يملكه أن يطرافع يملكه أن يراقب وأن يحفيز وأن كذا ثم يعني كين العرائد وملتمسات إذن هذه آليات من خلالها المواطن على مستوى المحلي يساهم في إنتاج التنمية من خلال الجمعية التي تمثلها هذا جوهري ودى أساسي جدا طبعا يبقى الأمر أيضا مهم وهو كل إصلاح ما يمكنش يكون بالطفرة هذا إصلاح جوهري طبعا ثلاث سنوات كأفق لتنزيل كل تصاميم ولكن أي إصلاح إذا لم يحكم منطقة للتدرج لأن دائما كان مقاومات وكان صعوبات عادية وطبيعية في ذلك لا بد من التدرج في تنزيل إصلاح خطوة خطوة بطريقة يقينية وبطريقة متراكمة لكن تابتة وتأخذ طريقها ومكانها وطبعا إذا لمشينا أفق دي العشر سنوات هذا مهم جدا لأننا يمشي بالبناء المتدرج والمطارك مرة أخرى ولكن لدينا اليقين وإحنا مطمئن بأن هذا الإصلاح الذي للأسف تأخر ولكن أصبح من الماضي اليوم نحن أمام إصلاح الجوهري لأكس هذا المتاق سيغير المعالم ديال الدولة ديالنا وصحنا نقول السيد الرحمن لأن أحيانا نجلد نفسنا نجلد ذاتنا أكثر من اللازم نحن كمغربة وكمغربية سنلعت الزر أيما اعتزاز بلدنا لأنها تراكم إصلاحة الجوهرية وهي متواصلة هذا أحدها ولن يكون الأخير هذا الذي جعل وسيجعل إن شاء الله بلدنا يعني نموذج ستنائي في المنطقة بل في العالم يعني يحتدى وهذا أبرز وطبعا أشهر من نار فوق العالم الحمد لله ينع إرادة الجميع وخاص كل الفائلين من مواقعهم يدير الضوء الذي ينبغي لأنه في النهاية الذي يربح هو الوطن والمواطن نعم نرجع للتخوفة ديسي وعمر يعني والباب السادس والمادة 36 وضحات العلاقات بين المصالح اللام ومركزة وجماعة الترابية حيث يعني تدعو هذه المادة إلى المواكبات إلى التنصيق والتشاور إلى حتى يعني يتحدث في بعض المواد عن يعني تقديم الدعم المادي للجماعات الترابية حتى تساهم في هذا هذا الفرش والتتقي السلام الرحمن أنا غادي رجع جعل اللي سنأخذ لنا سيد نائب محترم سيد جغري على قضية منك نصوبوا برامج التنمية وبرامج العمل للجماعات ودير المجال المرسوم الذي صدر ديرهم كان يحط على الإشراك دير المجتمع المدني وفعلا منك نصوبوا وخرجنا عند المجتمع المدني لنا لا تنمية بدون إشراك المجتمع المدني والمنتخبين أنا اللي ما فهمتش أشنو التخوف دير الحكومة من الإشراك دير هاد الناس في هاد اللي جان وفي هاد المتاق براس يعني يعني فين تروح هاد المشكل أين هو لأنه صحيح لما جاء على ليسن سيد نائب محترم سيد العمراني الجامعة الترابية مع الإدارة الترابية هم غدين ولكن فيها بس لا تشركوا حين إحنا نخدمون من أجل هادك المواطن وإن تلك المواطنة يعني مادمنا كان نشتغلوا على هاد المتاق يعني لو بينا يتملكوا يتملكوا هاد المشاريع من البداية ديالها يعني مني كان نقولوا بينا ندروا مشروع نشركوه معنا من البداية إلا قلبنا المتاق من الفوق تل تحت ما كيش إشراك هاد المدّة اللي قلتو ديالسام برحمد راماشي كتشرك الإشراك وتدعو إلى إشراك إلى التنسيق إلى الإشراك والتنسيق خاصني وش رئيس الجهة ما يكونش منكتال وهذه اللي تحدثنا علي يا رستيج مهري قالك بأن مؤسسة مستقلة ديكتورية ما تدير العمل ديالها لا راح ندرك بينا نديرو التقائية وبين نتلاقى وبين نجمعو كل شي هذا ديالها الهدف ديالنا هو نجمعو خدمة لأن سيج مهري قالك إلا لرئيس الجهة في هذه الجناعة فهذا يمكن غير نقص من ما غادش يساعده بالعكس لأنه يقوم بعمل آخر مواكبة ولكن في مصلحات الجانية رحمة أنا كان مارس كرئيس مجلسي قليمي وعندي شوية ديرية على قدر المستطاع ما عندها بالعكس إلا كنت حاضرك نعرف شوق ولكن إلا كنت غايب ما كينش را كانوا يسمع راها الإدارة كتفرد علي را ذاك الرئيس ديال ديك الجامعة الترابية في الجبل خاص يكون هو اللي يخصنا نشاركو بالأحرى فهذا لأن هذا روش كبير هذا شرا ماشي سهل رئيس لحد جوها ريا كيف جعلها لسانس ما يمكن ننكرها إصلاحة جوها ريا قطعتها بلدنا وللا يلحم وخصوصا فهذا العشر سيو لخمسة سرعة من الأخيرة يعني ما يمكن ما يمكن ننكرها نحن نقصو من الحضو لكن أعتقد أنه حينما نتحدث عن الدولة والإدارات والتي تخدع المنطق للتعيين وديل توظيف وكذا عندها منطقة وإلا أنه سأطالب حضور فيما يتعلق في وزارة الصحة وسأطالب في كذا كيمكن اللي ننسق وكنفرد واتش كدرت هو في المجلس الإقليم كنديرو إحنا في الجهة كنديرو إلا سمحت هو أنا كما أفهم كما أفهم ماذا بدون ندفع عليه يعني معنى أنه هو هذا الحد الذي أقدمه من فهم لا أعتقد أنه الدولة كجهاد هذه دارة والدولة ككية والدولة كتراب وكذا كل واحد سيكون لديه الصلاة اليوم يتكون هذه الصلاة واضحة بس وشوفوا أين يكون التنسيق وكيف سيكون التنسيق أنا بالنسبة لي صح نحن خود الجهة نحضره في اللجنة الجهوية لندعج في اللجنة الجهوية تأهيل الاجتماعي إلى آخرين نحضر إلى جانب الوالي يقول كيمكن يقول لا ولكن أنا ورايا المجلس كيمكن يرفض هذه قوة قريرية ورايا المكتب كيمكن يرفض نشر حتى الوزارة نفسه كيمكن يرفض حتى الأولويات الوزارة يمكن نجي مثلا مثلا نحن نجينا 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 كان الأولويات كان يشوف أنه الضلب باعتبار أنها قطب هذا شي دي البي وهذا شي دي الماء الشارب وكذا وكذا يخبق في الجماعة لكن نغيرنا الأولويات مثلا نقول لك هذا يحطي واحد المسافة ويحطي واحد القوة مؤسسة لكن لم يكن أنت فقط لا لم يكن أختلف هذه لكن لا يمكن أن العامر يعمل مثلا ورئيس المزيس يقنبي ورئيس جمعة ترابية لا يمكن أن يحضر أن شرك فاعل هو شريك فاعل لا يمكن ولكن لا يمكن يمثل السكان هذا منتخب يمثل السكان واليوم يمثل المجتمع المدني يمثل لديه الحق المعلومة لكي يوصلها إلى آخرين ولكن قبل أن نصل لديه الدستور الإطار لا 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 لديه 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 لكي يبحث وصول في الوصل لديه ولكن ما فيها بس سيكون على علم تخوف في هذه الحالة هو أنه لا ربما إذا المنطق أن المنتخب لا يحضر في هذه الليجان الجهوية لا ربما سيؤدي بنا في بعض الحالات أنه تفرض عليه بعض البرامج وبعض المشاريع التي برمجت في غيابه هذا هو التخوف الكبير والكبير جدا فبالتالي أن الجهة لأنها هي المحوار الجهة هي الأساس للتمركز إلى بعدنا الجهة معناه أنه تتكلم على مركزية أخرى داخل الجهات وبالتالي الأساس هو أنه الحضور ديال الجهة لك مستشارين ديال الجهة ولك مستشارين ديال المجالس الإقليمية ضروري في جامع المخططات في جامع البرامج وفي جامع الحيثية لأنه بدون الجهة لا يمكن الحديث عن لا تمركز هذا جهاز إداري جاء لي ينفذ جاء لي جاء لي يشتغل من أجل إعداد البرامج ولكن يبقى الكلمة الأولى والأخرة هي للجهة لأنها هي الأساس هي المحور ديال لا تمركز إداري وإلا سنكون لا ما بقاش الوقت سنذهب 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 هذه النقطة لكي تكون مضحة الوالي يمثل الدولة نعم في ذلك يقوم بدور التنسيق للمصالح الخارجية حضور الرئيس الجهة في هذه اللجنة يخلوا بالاستقلال لها عن الجماعة الطرابية وعند الجهة بالخصوص ولكن الجماعة تقوم بدورها والمصالح الخارجية تقوم بدورها فهذا أدى جوهري وعندنا في النهاية ومنظومة مؤسسات ديال الدولة متكاملة ومنسجمة ليس هناك مشكلة إلى أخير أعطينا الخلاصة ديالك طيب مرة أخرى هذا المتاق يعني يحمل إصلاح جوهري وضع آليات أساسية ووضع أفق زماني لهذا الإصلاح لكي يجد طريقه إلى الحل إلى حيث الوجود يبقى من المقاومات الأساسية لهذا الإصلاح هو التتبع الصارم والحازم المستوى المركزي وهذا لنا أمل سيكون إن شاء الله ثانيا تأهيل شامل للموارد البشرية على مستوى الجهة وتعبئة كل إمكانات التحفيزية والآخر ثلاثة وهذا هو جوهر الجواهر عن خراض المواطن في هذا الإصلاح الجوهري بدعمه بإسناده خاصة المنطقة للتعاون وذي التكامل وذي التقع بين الفائلين الجهويين سواء كانوا في الجامعة الترابية أو المساعة الخارجية لأنهم يشتغلون في نفس الفضاء الجغرافي والزبون هو واحد هو المواطن في ذلك المنطقة لا يقتعليك ولا تبقى العقلية التي كانت في الماضي هذا مخدمش في ذلك خاصة ننتقلوا بعقلياتنا بممارستنا إلى مرحلة جديدة تنسجين مع الإصلاح الذي جاء بهذا المساق وإن شاء الله دعنا التقع الإصلاح سيأخذ طريقه إن شاء الله سوف ينتج لنا مرة أخرى صورة جديدة لبلدنا والزمن إن شاء الله لعلاج لا خلاف بين كل الفائل بأن هذا عمر مهم وخاصة كل الفائل لإدراء الدورة لهم من كل من مواقعهم في النهاية إلى ربحنا إن شاء الله في الإصلاح سيربحوا الوطن وسيربحوا المواطنين شكرا لك سيو عمر أنا اللي بغيت نقول دائما في هذه القضية اللي جاءت على الإنسان الإخوان دي الاستقلالية دي الإدارة مع الجماعة يعني تتخيلوا معايا رئيس الجماعة أو رئيس مجلسي قليمي مشا كيصوب طريق كيصوب بير كيصوب العامل كذلك يصوب ذلك الطريق يمكن تكون واحد النوع إلا ما يحضرش معاه في الاجتماعات وكيتكلموا يمكن يتلقوا كلهم باش يديروا بير واحد البير في مكانين ما أو طريق أو 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 بتجربة ديلة المتواضعة لا بد من إشراك المجتمع المدني وإشراك ديلة المنتخبين هذا يعني لا محيدة عنهم باش يمكن نقوله باش يمكن لنا نهضروف هذا أما قادة الولي يا الآن يقوموا بتنسيقنا غير بحلتين أخرى مش بها الطريقة العامل كيقوم بتنسيق ما بين المصالح الخارجية كلهم نحن أدشي كان مرصوها تقريباً يومياً كينا أنا اللي كنقول علش مادرناش العمال والولاة نت ومراء بالصرف يكون عنده نت الفلوس باش يمكن يتحكم لأنه دائماً غد يبقى الأمر بالصرف هو ذاك سيد الجهاوي هو أمر بالصرف ولكن الفلوس رف الرباط الفلوس باكن عنده زير كمسؤول دي صحيح أرى المهم يعني أم إلعطينا العامل غير تنسيق بوحدو للولي علش من ديرو جيت أمر بالصرف والمسائل اللي كدر المنتخبين يدر الجامع يعني المسائل القانونية والإدارية تطبق على الجامع غير يارى غادي ترجع الوراق ما غاديش تجد القدام لا ولكن ولكن إحنا بوينا باش نمشي القدام مشي حاجة مزيانة نعم اللي نجحوا وينمسها المواطن على أرض الواقع هذا هو الهدف إما إحنا بوينا ما شير رجعوا له لأننا نخليه الأمور تمشي بهذه الطريقة لأننا إحنا الهدف دينا هذا التخوف دينا نطلبوا الله نكونوا غير وحيت قبل كان شكوا الولي عنده قعد صلاحيات أيها الأمور بالصرف لا ومن اللي تحيدات له ده بالأمر بالصرف وتعطيت لرئيس الجهات تقولوا أنتوا مخص لا لأ بالعكس ما شي كنقول ديال رئيس الجهة ديال هاد المصالح اللي بدج الممر هاد المصالح اللي فرماتوا بدتتحول الجهات ما كان تكلمش إما بالعكس رئيس الجهة ورئيس الجيسي إقليمي هضروا ووسائل الجماعات هضروا كلهم أميرين بالصرف أنا كان هضر على الفلوس هاد واخرين اللي غادي يجيو المسؤولي الجهويين الوالي أو العامل يكونوا هما الأمراء بالصرف هذا هو الكلام ديالي اللي كان فهذا القضية يعني باختصار بنيسبة في الواقع يعني هو هذا الميطاق جاء بحل واحد المجرد واحد المنظومة إدارية في قالب جديد صحيح هو ميطاق كائن ما يكنش ننكره لأنه يخرج ولكن خاص واحد شوية جوية دياله ولكن هناك يأكد على أن الحكومة فشلات في إعداد تصور باش تخرج تمركوز بالنسبة لي أنا ما يمكن لنا شيء نعود ونرجع لتمركوز جديد على مستوى الوالي أو على مستوى الجهة لأنه إحنا هربنا من التمركوز وما يمكن لناش الآن عاود تانين بقوم طلبوا أنه يكون تمركوز جديد من نوع آخر اللي لا بد من الإشارة إليه هو أنه الآن الحكومة كحكومة واللي حدث الأجال ديال التنزيل ديال الميثاق الوطني لا تمركوز إداري في حدثه في ثلاث سنوات يجب عليها أن تقوم الآن بجميع الإجراءات بجميع المساطر راه كي انتظرنا الكثير راه ما نبسطوا شيء الأمور ونسهلوها ونقولوا راه ثلاث سنين عنا الوقت وعنا لأنه كين واحد مجموعة ديال المراسم اللي خصد تغير كين واحد مجموعة ديال القرارات اللي خصد تخذ كين القوانين كين كذلك المشكل ديال الموارد البشرية أرى ما نسهلوه شيء ما نبسطوه شيء نقولوا أرى غداء من غداء تكون عنا يعني مجموعة ديال الأطور على مستوى الجهات كذلك في ما يخص الاختصاصات من الآن فكرو فين هي الاختصاصات اللي خصدها من الآن لأنه كين اللي شارع لأنه غادي نبقى كل مرة نفوضه أنا لا أعتقد أنه ديالك سيقع لأنه تفوض غادي يكون مرة وحدة الإدارة المركزية غادي تحتفظ بما هو أساسي لأمور الاستراتيجية ديال الدولة بطبيعة الحال غادي تحتفظ بها ولكن كل ما هو يتعلق بالمواطن لأن المواطن هو العنصر الأساسي ديالها دياله لا تمركز إداري معنى هذا أنه خصنا نفكر من الآن في التفوض ديال الاعتمادات ديال الاختصاصات رمشي قادي توقع فقاد ولا التأشير على اسمي تورا هذه مسألة خصنا من الآن نرعيوها جهود كبير وكبير إلا بغنا فعلا نوصلوا للمبتغ ديالنا شكرا يا الكلمة أخير السيد نعطف على كل ما قل إخوان وكرر بأن فيما يتعلق بالعمل أن جوج المسارات متكاملين ملتقيين كذا لكنهم في نفس الوقت مختلف وكلا مركزية وتأمو الجاوية وتدبير ترابي للمملكة كلا تمركز ويأمو المساري هذا دستور ترابي وهذا دستور إداري بطبيعة الحال الإبداع وتطور ودرجة النج ديال ديمقراطيتنا وديال ديمقراطيتنا التشاركية وديال سلامة وديال شفافية وديال كده إلى آخره هي كيف يسيراني بشكل يخدماني المواطن هذه مسألة الأولى المسألة الثانية إذا لم تنجح هذه العملية تغيير الدولة المركزية لا قدر الله لا قدر الله فلن تكون لله مركزية أي جدوى وأي مدى ولن يكون لله تمركزي أي معنى وأي فضيلة معنى أنه اليوم التفكير الذي يدر هو كيف نجحه بالفعل تغيير الدولة المركزية ونحن نشتغل الإرادة توفرت اليوم المغرب مطلوب منه في ظرف من 2010 إلى الآن أنه يبدو التاريخ وفلسفة في تدبير الدولة وفي تدبير التورة وفي تدبير البشر إلى آخر هذا التاريخ النقطة الثانية أمامنا قانون المانية سنرى هل هناك بالفعل وضعت الجانب تمويل تمويل هذا لا تمركوز ما زال تمويل المركزية الجيهوية باقي كان سألوا الفلوس باقي كان سألوا التوقعات ديالوزراء باقي كان سألوا جيئة كثيرة ديال الغلاف المالي مثلا ديال اللي بدأ كنس مسألة الثالثة حتى والإدارة جد ممركزة حتى والقايد والعامل والباشا والوالي جد ممركزين إلى آخرين يطلبوا منهم دستور من القوانين التعاون دوره شعر المتمر هو مطلوب منه أن يتعاون وأن يساعد المهامه هي هذه أن يساعد على كده دوره التنسيقي خاصة تكون عنده أولا الوكالة دياله من عنده وزير دياله وهذا اللي عنده هو تفريغ دستوري على مستوى الإدارة الترابية إلى آخرين وعلى مستوى المؤسسات إلى وعتقل يعني بكل قرار إلى نجات المشاركة الشعبية وتوسع الوعى تم تم تأهيل النخاب الجهوية الحزبية هذه معضلة خراء أننا جميع وخصنا نقولها وربما ما غادشين نقولها بزفك نقولها بالنقد الذاتي وهو أن تأهيل النخاب الحزبية اللي يتمشي للجهوية واللي يتمشي الأقالي من كده واللي يمكن تكون قادرة ودافع الإرادة الشعبية بالفعل والدافع لها تلقائي أما الآن في الطرف اللي كان رغم يعني أن القوانين تعطي بزفد السلط إلى آخر لكن أدوار اللي كان يعني بكل سيد قادم يعني أنه بحليلة كان قلب على شي يعني إغراء ولا شي لا بالعكس الأمر أنه هناك تطور في البروفايل في الوضائف كده إلى آخر وهناك تخوف ومشي غير مشروعة بل أعتقد أنها هم اللي قاردفول اللي سيستمروا بهم وضرورية لكننا نقطة جوهرية مقويم أساسي هو أن الموظفين ديال الدولة ليس فقط أدوات لتنزيل هذا الإصلاح هم يجب أن يكونوا شركاء باش ينخارطوا باش يكونوا جزء من التنزيل سيكون هذا مهم جدا وطورا من سبيل الإصلاح إن شاء الله نعم إذن شكرا لكم على المشاركة شكرا لكم مشاهدة كرام على وفائكم لعدة المعيد نلتقي في حلقة قادمة بحول الله اشتركوا في القناة